اشتركوا في القناة وحد مسؤولية من بايدن أمساست بغداد أنفسها قبل أن نبدأ في ملفات مدار الغد إليكم موجز لأهم الأخبار مع مونة بلهيم مساء الخير مونة مساء النور يارا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الإخباري دع رئيس لبناني ميشيل عوني لعقد حوار وطني للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ضد المتغيرات الإقليمية وفي كلمته بمناسبة الذكرى 77 الاستقلال لبنان قال عون أنه لا يستطيع أي مسؤول أو حكومة أن يقرر وحدات السياسة الواجب اعتمادها في ظل المتغيرات الإقليمية الرهنة وشد الرئيس لبناني على أنه مستمر في معركته ضد الفساد مشيرا لأن لبنان بات أسيرا للفساد الإداري والسياسي والتآمر والتدخلات الخارجية أفد مرسل الغد في بنغازي بأن البعثة الأممية حددت السادس من ديسمبر المقبل موعد الاستئناف حوار المصاري الدستوري الليبي في مصر من جانبها كشفت مصادر الغد أن نحو 100 عضو من أعضاء مجلس النواب الليبي سيجتمعون خلال أيام في مدينة تانجا بشمال المغرب بحضور الرئيس البرلمان عقيل السالح لبحث نتائج الملتقى الليبي الأخير الذي عقد في تونس وكذلك التوافق بين أعضاء المجلس بشأن المصاري السياسي الليبي أعلنت وزارة الرئيس السوداني عدم مشاركة الخرطوم في الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الذي تمت الدعوة إلى عقده اليوم وأكد وزير الرئيس السوداني ياسر عباس أن الطريقة التي تبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية وجدد الوزير السوداني موقف بلاده الداعي إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهة النظر أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن مجموعة العشرين تبذل قصار الجهد لتجاوز أزمة كورونا وفي كلمته خلال فعالية قيمة مجموعة العشرين الافتراضية التي ترأسها السعودية أعلن الملك سلمان أن المجموعة أو المجموعة تاخدت تدابير استثنائية من بينها تخصص 21 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا نقلت وكالة فرانس بخيس عن مسؤول عراقيين أن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي تستادف دولا وكينات تتعامل مع إيران لمدة 45 يوما فقط وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية نحو ثلث استهلاك العراق ويشار إلى أن واشنطن تمدد باستمرار المهال الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراذ أخرى منذ فرض العقوبات على تهران في نهاية 2018 أعلنت تركيا تمديد أعمال تنقيبه عن الغاز في المنطقة المتنزع عليها مع اليونان بشرق المتوسط حتى 29 من نوفمبر الجاري وكانت أنقرة قد سحبت سفينة أوروترايس في سبتمبر الماضي لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة وهو الأمر الذي أثار ردود فعلا غاضبة من اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي أنت مجز الأخبار والآن نعود للزميلة يارا وبرنامج مدار الغد إليك يارا شكرا لك يا مونة إذن نبدأ أول ملفات مدار الغد وحديث عن الشأن الليبي فمنذ تفجر الخلاف العلني منذ أشهر بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلياته فتح باشاغة ثم انتهاءه ولو ظاهريا بات الأخير والمتهم بالقفز على صلاحيات السراج رقما صعبا في معادلة الحكم في ليبيا فتعددت زيارات باشاغة الخارجية فيما يبدو من تلك التحركات المدروسة والمحصوبة والمتسلسلة أنه أدرك أن الرهانة على أنقرة فقط لن يؤتي بثماره فسعى إلى بناء جسور مع القوى المتداخلة في ليبيا خاصة القاهرة وباريس إذن هي خلافات عميقة يشهدها التحالف المسيطر على الغرب الليبي خلافات تتمحور حول تقاسم المناصب في التسوية السياسية التي تقبل عليها البلاد البداية كانت في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي عندما أصدر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قرارا بتوقيف وزير داخليته فتح باشاغة والتحقيق معه تحت ذريعة التحقيق بشأن الاعتداءات على متظاهر ترابلوس بعدها بيوم تابعنا مشهد الموكب العسكري الحاشد الذي رافق عودة باشاغة إلى ترابلوس قادما من تركيا في رسالة تهديد واضحة إلى فايز السراج وما تابعه من تهديدات من عدد من أمراء الكتائب التابعة لوزارة الدفاع بالانشقاق عن الحكومة حال خروج باشاغة كان أبرزهم آمر الكتيبة 166 القسام داخل معسكر غرب ليبيا تجلى في تحركات باشاغة لتأمين خلافته مع السراج في ليبيا والتي بدأت بلقاء مع السفير الألماني بترابلوس في الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي بعدها زار باشاغة إيطاليا في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي وعقد اجتماعات مع مسؤولين إيطاليين أعقبتها زيارة إلى القاهرة في الثالث من نوفمبر الجاري التقى خلالها باشاغة مدير المخابرات المصرية وعددا من المسؤولين أما في العشرين من نفس الشهر فذهب باشاغة في زيارة إلى باريس آملا في توسيع حزام دولي يعزز حظوظه لرئاسة الحكومة الليبية المقبلة وما يدلل على ذلك عدم إشراك باش آغى سفير حكومة الوفاق في محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين ينضم إلينا ضيوفنا من القاهرة لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع سيد عبد الباصد بن هامل الكاتب الصحفي الليبي ومن بن غازي والثاز العلوم السياسية عثمان البوسيفي جامعة ليبيا ومن تونس فرج حميد الباحث السياسي الليبي أبدأ معك سيد عبد الباصد إذن سيد عبد الباصد هذه الزيارات التي يقوم بها باش آغى هل تأتي من كون أن الرجل أدرك بأن فعلا أنقرة لا يراهن عليها بالنسبة للملف الليبي أم أنها مناورة تركية استخدمت فيها ورقة باش آغى يمكن أن تكون مناورة تركية فعلا أو مناورة الرجل للبحث عن كرسي في الحكومة المقبلة أن يكون رئيسا للحكومة مناورة أن يذهب إلى القاهرة أن يذهب إلى باريس أن يفتح مسارات جريدة محاولة أن تقرب أكثر من هذه العواصم في إطالة محاولة الحصول على دعم جماعة الإخوان المسلمين تحاول بالدفع بهذا الرجل مضي قدما إلى الأمام حزب العدل والبناء وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تحاول الالتفاف من جديد لا أعتقد أبدا أن الباش آغى سيبتعد كثيرا عن قطر وتركيا لأنه وقع اتفاقية أمنية أيضا مع الجانب القطري قبل أن يزور القاهرة وأيضا كان في اتفاقيات أخرى من ذات الطابع مع الجانب التركي الرجل كان قد وقع صفقات عديدة مع الجانب التركي توقيع شراء مستلزمات للأجهزة التي تتبعه في طرابلس أيضا معدات عسكرية وأمنية للشراء الكثير من المستلزمات الداخلية في طرابلس ناهيك عن تدريب عشرات العناصر الموجودين من قادة الميليشيات وغيرها من العناصر الموالية للميليشيات المسلحة في طرابلس يتبعون باشا غا يتلقون تدريباتهم في تركيا وبالتالي هي أقرب إلى المناورة السياسية من أجل الحصول أو الظفر على حكومة أن يترأس هذه الحكومة الحكومة المقبلة طيب ابقوا معي سيد عبد الباصد أنتقل إلى تونس وسيد فرج حميد البحث السياسي سيد فرج هل تتفق مع سيد عبد الباصد بأن زيارات باشا غا ربما هي مناورة تركية اليوم هل يعتبر باشا غا هو الضامن للإخوان المسلمين لكي يتواجدوا في المشهد السياسي المقبل؟ لا شك أتفق مع سيد عبد الباصد في جزء كبير جدا سيد بشاغ الآن يحاول تسويق نفسه لدى دول الإقليمية ولدى دول الدولية بشكل كبير جدا في الوقت اللي هو ليبيا مقبل على خارطة جديدة شكل جديد يتطلع المجتمع الليبي لوجوه جديدة باشا غا يحاول أن يعيد نفسه ويتصدر المشهد بأموال الدولة الليبية وهو على سدة منصب وهو وزير الداخلية وتحت هذا المسمى يزور باريس لا أدري كيف استطاع السيد بشاغ الآن يزور باريس رغم أن باريس كانت تدعم خليفة حفتر في مرحلة من المراحل وتعتبر في حالة الصدام أو في حالة خصومة سياسية فبالعادة يجب أن تكون هناك إذا كان هو فعلا في حكومة في ليبيا وفي إدارة للدولة الليبية كان من الأجدر أن يقوم سيد فائز السواج بزيارة إلى باريس في بداية الأمر وليس وزير الداخلية فتح بشاغ الآن يتنقل ويجول بين عواصم عربية ودولية لا لشيء لا يقول أنه رجل ليبيا الأوحد أنه الرجل الذي يستطيع إخراج ليبيا من هذه الفوضى إلى الفردوس لا أعتقد هذا لأن هناك فتح بشاغ ليس وليد اللحظة في هذا المنصب ومنصب وزير الداخلية وهناك إخفقات كديرة فيما يتعلق بالأمن والأمان في المواطن في شارع الترابلسي سأنتقل إلى بن غازي وسيد عثمان سيد عثمان برأيك هل رحبت حكومة الوفاق بهذه الزيارات التي يقوم بها باش أغا خصوصا بأنه قيل بأن هذه الزيارات زيارات رسمية هذا البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية أولا أهلا وسهلا بك وكل المتتبعي قناة الغد الإخبارية نحن نستغرب يعني باش أغا وهو يحمد صفة وزير داخلية استغرب يعني وزير داخلية يتنقل في سياسات خارجية وزيارات مكوكية يعني هذه علامة استفهام حتى دبلوماسيا وسياسيا لها مفهومة للمواطن العادي وكذلك للمسؤول سواء في داخل الإقليم العربي أو خارجه نحن رأينا الفترة الماضية منذ أن تقلد يعني باش أغا وزير داخلية والمشاكل التي بينه وبين السراج ومن ثم رجع إلى منصبه بقرار يحتبر تركي وليس بقرار من السراج لأنه عاد بحماية وبيعني تعزيز تركي إلى سابق منصبه ولكن الإصرار على يعني استقبال باش أغا والإصرار على التعاطي معه والنقاش معه ما هو إلا تعزيز عفوا إلا لسعود التيار الإسلامي أو الأخواني يعني هذا هو المشهد برمة تباعد وتقارب لأجل تعزيز بعض الشخصيات التي تدعم هؤلاء الأخوان وباش أغاين أحد هذه الأذرع الأخوانية لأن حكومة فأز السراج كلها حاملة لفكر الأخوان وداعمة لها الأخوان وبالتالي نحن نستغرب حتى تعاطي المزدوج من قبل البحثة الأممية تجاه هذا الرجل وغيره من الشخصيات تارة تقول بأنها تريد شخصيات جديدة في المشهد السياسي وتارة أخرى نجد أن باش أغا الذي يمثل وهذا يدفعنا لسؤال سيد عثمان ما هو ثقل هذا الرجل على الأرض في المنطقة الغربية ما هو ثقل باش أغا ثقل باش أغا هو دعم الدولة التركية له وذراع العسكري من الميليشيات التي تتحكم في العاصمة المسمى مسمى وزارة الداخلية وإنما الواقع هو واقع ميليشياوي فكل الأخوان لديهم أذرع عسكرية خارجها عن القالون يتعاملون بها ويضغطون بها وبالتالي كل هذه الفوضى الحاصلة في المنطقة الغربية وأكبر دليل على ذلك أن حتى في حوار تونس رغب أنها فرثة من قبل البحثة الأممية ونجد أن المنتمون إلى مناطق جنوب ليبيا وشرق ليبيا يتفقون لهم دائما في تضارب داخل لأن كل جزء من هذه المجموعة الأخوانية تدعمها دولة ما ومخابرات دولة ما وبالتالي سيصبحون في تضارب مستمر ولن يصل إلى نتيجة موحدة ابقوا معي سيد عثمان أنتقل مرة أخرى إلى سيد عبد الباصد سيد عبد الباصد ما هو ثقل بشآغى على الأرض ما الذي يمكن أن يقدمه في هذا المشهد السياسي المضطرب والمرتبك في ليبيا يعني أولا يارى أنا أود فقط الإشارة لأنه يبدو نحن الليبيين الثلاثة اتفقنا يعني وتحية لضيوفك الكرام ونشاهديك الكرام اتفقنا على شخصية باشاغا وهذا أمر جميل الحقيقة أن يتفق فيه الثلاثة مع أن توجهاتنا مختلفة كليا يعني ربما فيه كثير بعيد لكن جميل جدا أن نتفق على نقطة مهمة وهذه نقطة إيجابية لهذه الحلقة اليوم باشاغا لا يمثل ثقل حقيقي حتى يذهب أي طرف للتحالف لنكون صرحا هناك طرف في شرق ليبيا يريد التحالف مع باشاغا ولكن هذا الأمر خطير الحقيقة لا يشكل الرجل العام القوة في طرابلس لأن هناك ميليشيات متمردة عليه في طرابلس ميليشيات أيضا منقسمة على نفسها داخل مصراتة بعض من الأطرف في مدينة مصراتة ورجال الأعمال لا يدعمون باشاغا فقط هو يحظى بتأييد من حزب العدال البناء محمد صوان من العرادي من الأسماء كثير حقيقة من الصلابي أيضا يستخدمونه كورقة أولى وتأكيب من بعده عبد الحميدة بيبة هذا نجر جولان وهما على طاولة الحوار كإسمين مدرجين للدخول في شراكة لقيادة حكومة مقبلة ربما هكذا يرى البعض الرجل هو متهم في عديد القضايا منذ 2011 إلى يومنا هذا وبالتالي هذه القضايا لا تسقط بالتقادم أبدا يرى أبدا يعني لا يمكن هو الرجل متهم يعني نحن لدينا قضية لدينا مجزرة غرورة الكل شاهد عليها في العاصمة طرابلس سقط فيها عشرات القتلى من المتظاهرين عندما وجهت بنادق ميليشيا إحدى أكبر ميليشيات مصراته الرصاص لصدور المواطنين في ثلك الجمعة التي سقط فيها كثير من الأبرياء الشيوخ والشباب أيضا فجر ليبيا المعركة التي خطيرة جدا التي قسمت ظهر الليبيين كثيرا والتي نارت دعيتها إلى يومنا هذا في 2014 الرجل كان من أبرز دعمين للميليشيات هو مموذ وهو أبرز قادة كتيبة تحطين ميليشيا متشددة أيضا له كان موقف داعم للمتطرفين في مدينة بنغازي في 2014 و2016 لم يكن يارى يسميهم دعني أنتقل سنناقش كل هذه النقاط التي تود الحديث عنها ولكن دعني أنتقل بما ذكرته إلى سيد فرج في تونس سيد فرج إذن باشاغا شخصية جدلية تحمل الكثير من علامات التعجب والاتهامات وعلامات الاستفهام وبالتالي إلى أي مدى اليوم هو قادر على إقناع الغرب بشخصه إلى أي مدى استطاع أن يقنع الفرنسيين بأنه على الأقل ليس مرشح أردوغان في الملف الليبي هو من لا شك فتح باشاغا يحاول أن يقنع الغرب ويقنع الدول الإقليمية ودول العربية بأنه هو رجل المرحلة وبامتياز وبأنه يمسك بالملف الأمني لأنه هو له قرابة الأربع سنوات في هذه الوزارة وللأمان لم يلمس المواطن الليبي الأمن والأمان في ترابلس والله في ليبيا برمتها حقيقة فهو يحاول أن يقنع المجتمع الدولي بأنه رجل ليبيا الأوحد وأنه هو الذي يستطيع فرض الأمن والأمان وهو يستند في هذا الشيء لأنه هو العقلية الليبية برمتها عقلية محاصصة وهو يعتقد بنفسه أنه هو ابن مدينة مصراطة ومصراطة قدمت الكثير والكثير ولكن كما ذكر سيد عبد الباسط يعني مصراطة هو لا يضمن تأييد مصراطة بالكامل له اليوم يعني داخل مصراطة هناك إنشاء حفظات نعم نعم وانا أريد نعم وانا أريد أن نستكمل وانا أريد أن نستكمل هو يستند في عقلية السيد بشاغة على أن مدينة مصراطة بالمجمل بالمطلق تريد فتح بشاغة أن يتصدر المشهد وهذا مغالط حقيقة لأن أهل مصراطة وعلى تواصل بالعديد من الشخصيات في مصراطة وحتى على العالم الافتراضي في فيسبوك هناك حالة رفض مجتمعية كبيرة جدا سواء كانت من مدينة مصراطة أو من المجتمع الليبي بيرونتا سؤال كان عن فرنسا ولكن هو يحاول أن يلعب يلعب نعم يعني نحن عرف أن الدول الكبرى تهتم بمصالحها يعني ما يهم فرنسا اليوم أو أي دولة هو مصلحتها في ليبيا هل استطاع بشاغة أن يقنع فرنسا بأنه سيحقق لها مصالحها على الأراضي الليبية نعم وهو يشتغل على هذا الملف ويحاول أن يستغل الملف الذي فيه هو وزارة الداخلية عندما ذهب لقطر ووقع اتفاقية أمنية الآن ذهب لفرنسا اجتمع مع وزير الدفاع ووقع عقد مبدأي مع شركة أمنية يحاول التقريب أو التقرب لهذه الدول من هذا الملف من ملف العلاقات إن صح التعبير عملية التبادل فيما يتعلق الاقتصادي والأمني فيما يتعلق بالملف الأمني فهو يريد أن يستورد هذه المعدات من باريس وهو يريد أن يطور الشرطة عن طريق الأكاديمية الفرنسية للتدريب فمن هذا المنطلق هو يريد ولكن لا أعتقد أن الفرنسا والدول الكبرى ربما تفوت عليها هذه الحيلة التي يستخدمها هل هي حيلة تركية دعني أتواجه بالسؤال إلى سيد عثمان هل هي حيلة تركية سيد عثمان اليوم ما يقوم به باش آغا لخطب ود فرنسا وأوروبا بكل تأكيد هي حيلة يعني لا أعتقد أن شعب تعداده ستة مليون يحتاج إلى جارب شركات أمنية وما لذلك من ترهات يستخدمها ما احترامي لكم مشاهد الكريم وضيوف ترهات يستخدمها يعني باش آغا الدول عندما تبحث عن الحماية تبحث عن تأسيس نفسها من الداخل بتأسيس قوات أمنية متمثلة في الجيش والشرطة هتان مؤسستان في كل دول العالم هما التي تناط بحفظ الأمن والأمان داخل دولهما لا أعتقد أننا نحن عاجزين عن تكوين أفراد أمن داخل الدولة الليبية حتى نلجأ إلى جلب شركات أمنية وما إلى ذلك ما هو إلا أدخال اللعبة الاقتصادية في وسط هذه الفوضى حاصلة فيها الدولة الليبية وشراء ذم مخابرات دول معينة لكي يتشبثون بها السلطة ويتمترسون خلفها الدولة الليبية لا تحتاج إلى كل هذه المواضيع التي أنا شخصيا أعتبرها مواضيع غير صحيحة وليست مصار بناء دول اللعبة الديمقراطية في العالم اختفت للأسف لأن من يأتي بأشخاص يمثلون المواقع السيادية في الدول هي صندوق الاقتراع واللعبة الديمقراطية ولكن نتاج الفوضى الحاصلة في ليبيا أصبح الفاعل الدولي غير صحيح المتمثل في الدولة التركية والقطرية بالدرجة رقم واحد في دعم وتثبيت أشخاص معينين وبالتالي سواء تجتمع أو تتضارب مصالح هذه الدول مع باقي فاعل الدولي لتشيء أشخاص هل نتوقع ربما صيغة مستقبلية سياسية يكون فيها عقيلة صالح رئيسا للحكومة وباش أغى رئيسا للوزراء أنا لا أستطيع أن أتوقع أن أحدهم سيتقلد منصف الدولة الليبية لأن كلها بالنسبة لي المستشار عقيلة صالح تتم محاربته بشكل كبير ولكن إذا وضعناه في ميزان مع باش أغى أيهم أفضل المستشار عقيلة صالح يعتبر أفضل من باش أغى أقل شيء المستشار عقيلة صالح ضد مشروع الإرهاب ويحارب في مشروع الإرهاب وهو القائد الأعلى لجيش الليبي وبالتالي معه سيادة المشير القائد العام للقوات الصالحة العربية الليبية هاتان الرجلان يكافحا للإرهاب في ليبيا ولكن باش أغى وضع يده في هذا المستعمر التركي حتى بعد أن تم إحفاءهم من منصبه أتت به تركيا من جديد إلى هذا المنصب فلا أعتقد ليس هناك أي وجه مقارنة الحقيقة بين الرجلين سيد عبد الباصد هل تتوقع صيغة رئاسية ما يكون فيها عقيلة صالح وباش أغى ضمن هذه الصيغة مع بعضهما يعني رئيس مجلس السياسي نعم كانت هناك دار يعني كانت هذه الفكرة موجودة يعني أن يكون رئيس المجلس الرئاسي المستشار عقيلة صالح وأن يكون رئيس للوزراء والحكومة المقبلة هو فتح باش أغى بنائبين نائبين لكل منهما نائب من المنطقة الغربية وآخر من الجنوبية والعكس أيضا عند رئيس الحكومة على كل هذه الصيغة صعبة أن تمر حقيقة في ظل الوضع الآن الراهن لأننا تم تأجيل الحوار ولأننا مقبلين على أن يتولى رئيس للبعثة جديد مكلف مطلع الشهر المقبل البلغاري الجنسية سيتولى رئيسة البعثة وأعتقد أن بقاء الصراج أصبح هو الأمر الوحيد الذي موجود على طاولة البعثة لأنه نتيجة الخلافات والصدام داخل أروقة الحوار السياسي أو ما يسمى بالأربع وسبعين عضو الموجودين ومتهمين بعضهم بالرشاة وبالتلاعب بالمشهد السياسي الداخلي الذي تم الحديث عنه على كلهم نحن ربما ذاهبين لبقاء فائص الراج مع تسمية رئيس حكومة من شرق ليبيا إذا كان هذا التوافق من هذا النوع خاصة أننا مقدمين إذا كانت صدقة الأمم المتحدة في ذلك ومن خلفها البعثة الهومية إن صدقوا في جراء انتخابات نهاية 2021 وهذا أمر أيضا مستبعد لكن أنا أتوقع بقاء فائص الراج على كلهم أعود إلى ضيفي في تونس سيد حميد الخلاف العميق بين الرجلين كان في مؤتمر الحوار الأخير في تونس هناك من كان يريد بأن يبقى السراج إلى حين الانتخابات البعض الآخر أراد بتزاعم أو استبعاد السراج ووضع وتنصيب باش أغى رئيسا للوزراء غدا سيتم انعقاد مجلس النواب الليبي النواب الليبيون سيتناقشون في مخرجات مؤتمر الحوار في تونس هل سيصلون إلى نتيجة برأيك في ضوء استمرار هذا الصراع اليوم بين الرجلين وأنصارهما؟ لا أعتقد أن المجلس النواب يستطيع أن يصل لأي اتفاق ولم يجتمع في المدة الماضية ولم يحقق النصاب القانوني ولن يستطيع في اجتماعها القادمة أن يحقق شيء وعبارة عنها ربما لمناقشة ما تم التفاهم عليه في حوار تونس الأسبوع الماضي ووضع خارطة الطريق الجديدة الحالة أو المشهد الليبي أنا لست لا اتفق مع السيد عبد الباسط فيما يتعلق بأنه ممكن أن يكون في السراج في المرحلة القادمة لأن سيد في السراج إذا بقى المرحلة القادمة لن يترك ليبيا وشأنها أن صح التعبير وأقصد الجماعة التي وراءها بشكل أعمق وسوف نبقى في هذا الملف المتأزم وفي هذه الانقسامات السياسية والانقسامات المؤسستية في ليبيا ما تجارته السيدة ستيفني وليمز يوم أمس في لحاطة أمام الجمعية أو المجلس الأمن أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة وهذا ما نتمناه وهذا ما يتمناه الشعب الليبي وإذا لم ننتقل إلى مرحلة جديدة ما الجديد الذي ترأى على المشهد حتى نستطيع القول بأن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة حوارات مؤتمرات مخرجات لا شيء ينفذ على الأرض في دور أن هناك دولة مثل تركيا ما زالت تجلب المرتزقة تمدهم بالأسلحة بالعتاد ما الجديد؟ لماذا يمكن أن يتفائل الليبيون اليوم؟ دعيني أقول لك هناك خطوات جيدة قامت بها البعث الأممي لدى ليبيا يعني وقف اطلاق النار خطوة جيدة من مننا يريد الدمار والحراب والدم؟ أعتقد نتفق حتى ضيوفك الكرام يتفقوا على هذه النقطة وهذا إنجاز يضاف لبعث الأمم المتحدة دعني أسألهم سيد عثمان عملية سيد عثمان هل تتفق مع ما ذكره سيد حميد؟ بأن هناك بارقة أمل اليوم حسب المبعوثة الأممية أرجو منك أن تفسح لي المجال في هذه النقطة لأول مرة يعني البحثة الأممية يعني البحثة الأممية والمبعثة الأممية وليا مستني تعدد الخطوط الحمراء لما هو مؤلن عنه فيها الأمم المتحدة بما أن هي تمثل هيئة الأمم المتحدة لم نرى في حوار تونس الـ 75 أي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها هي من اختارت هؤلاء الأشخاص الـ 75 يمثلون المستقبل ليبيا ولم تختارهم سندق الاختراع من داخل الدولة الليبية ولم يختارهم الشعب الليبي وهذا يعني مخالف للعبة الديمقراطية المتعارف عليها في العالم وعندما تتحدث وليام إس عن بأن يكون هناك موعد للانتخابات أنا حقيقة لم أستطع استعاب هذه النقطة فكيف لها أن تنطلق الانتخابات الرئاسية وهذه الدولة ليس لديها أي قاعدة دستورية الآن لتحقق إنجاز ديمقراطي صحيح غير مشبوه هذا جانب بالنسبة لي الجانب الآخر وقف اطلاق النار نحن المؤسسة العسكرية يعني لا تحارب الليبيون وإنما تحارب فيها جماعات الإرهابية المتطرفة الحاملة فكر الإرهاب العالم كله يعي بأن هناك ما يقارب عن 20 ألف مرتزق سوري وتركي داخل الأرض الليبية نقوم بوقف اطلاق النار نحن قامت المؤسسة العسكرية بوقف اطلاق النار فقط لإعطاء البراح للعملية السياسية بشكل صحيح لأن الطرف الآخر من حكومة الخيرات دائما يؤول وقت هذا الملف انتهى ولكن تأخذ تعليق بسيط من سيد عبد الباصد اعذرني سيد عثمان تفضل سيد عبد الباصد سريعا لو سمحت تعليقك على وقف اطلاق النار وإذا ما كان بالفعل هناك بارقة أمل اليوم في ضوء كل هذه المعطيات على الأرض الليبية يعني أنا أعتقد ربما بارقة الأمل هي بين العسكريين فقط ربما صحيح أن تتوحد الرؤى في المؤسسة العسكرية قوية جدا أن يكون في العسكريين في غرب ليبيا وفي شرق ليبيا وفي جنوبها على قدر برجل واحد يعني هذا هو المسار الحقيقي الذي ربما نستطيع من خلال انتشار ليبيا ولكن بارقة أمل ليست من الأمم المتحدة أو من بعثتها وإنما من الليبين أنفسهم الإرادة التي انتلكوها واستطاعوا إيجادها على أرض الواقع فإننا بالتالي سنزيح كل هؤلاء من أمامنا لكن أن نعول على الخارج ونعول على مسارات حوارات سياسية عقيمة لا يمكن إيجاد حل نهائي في ليبيا وستظل الأزمة أربما مرحلة لسنوات وسنوات عديدة للأسف شكرا جزيلا لك عبد الباصد بن هامر الكاتب الصحفي الليبي كنت معنا من القاهرة شكرا أيضا إلى أستاذ العلوم السياسي عثمان البوسيفي من بن غازي وسيد فرج حميد الباحث السياسي الليبي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا ضيوفي الكرام إذن ما زلنا وإياكم في مدار الغدوة في ملفاتنا أيضا لكن بعد قليل سياسة بايدن المرتقبة تجاه العراق تعيد التساؤل عراق موحد مسؤولية من بايدن أم ساسة بغداد أنفسها بعد انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة عاد الحديث عن تقسيم العراق خاصة وأن لبايدن مشروع منسوب لها أمام الكونغرس عام 2006 بشأن هذا الموضوع بعض الساسة في العراق حذر من إثارة فكرة التقسيم مجددا البعض الآخر قلل منها لاختلاف الظرف الزمني والدولي حاليا خرائط التقسيم يسمح بها الدستور العراقي نفسه ولو ضمنا وهو ما يثير القلق لدى الحكومة المركزية في بغداد عراق بأقاليم ثلاثة كردية وسنية والشعية صوت يعود للساحة السياسية في البلد الذي أنهكته الصراعات الداخلية والحروب التي توالت بعد احتلاله أمريكيا وتعود أسباب عودة تلك الأصوات لعوامل عدة وفق مراقبين منها ضعف الاقتصاد والقوى السياسية وتسيد الميليشيات وربما العامل الأهم فوز المرشح الأمريكي ديمقراطي جو بايدن بالرئاسة يرجع مراقبون إلى بايدن أنه صاحب فكرة تقسيم العراق حيث نشر في شهر مايو عام 2006 مثكان عضوا في مجلس الشيوخ مقالة في صحيفة نيويورك تايمز يدعو إلى تقسيم العراق لثلاث ولايات كما أنه كان من المصوتين على غزو العراق عام 2003 وما يثير مخاوف المتابع للشان العراقي من احتمالية مضي جو بايدن في طريق تقسيم العراق أنه كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما الذي أعادت إدارته نهج الحديث عن أقاليم في يوليو عام 2014 بعد حديث نائب مساعد وزير الخارجية في إدارة أوباما سابقا عن استراتيجية مواجهة داعش استناد إلى ما سماها الفيدرالية الفاعلة الأمر الذي يسلط الضوء من جديد على الدستور المتهم باحتوائه على قنابل موقوتة تدفع العراق إلى مزيد من التفتت فالمادة واحد تؤكد أن العراق دولة اتحادية ذات سيادة والمادة أربعة التي تخص لغة الدولة تحدثت في خامسا منها أن من حق كل إقليم أو محافظة اتخاذ أي لغة محلية لغة رسمية إضافية ونصت المادة 119 بأحقية كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه إما بطلب من ثلث الأعضاء في مجالس المحافظات تلك أو بطلب من عشر الناخبين أما المادة 120 فتذهب إلى أن لكل إقليم الحق في وضع دستور خاص له ولا أعجب ما جاء في المادة 121 رابعا التي تؤسس لمكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية مراقبون يرون أن الساسة العراقيين هم الأكثر نفعا من النظام الفيدرالي قبل واشنطن أو غيرها بداية من مطلب كردي بهذا النظام الذي يمنحهم شبه الاستقلال عن المركز مرورا برغبة الساسة الآخرين بذريعة أن النظام المركزي قد يدفع لظهور نظام استبدادي لكن السؤال الأكبر هل سيسير بايدن على ما كان عليه في إدارة أوباما أم سيكون الاستساسة العراقيين المتهمين بإذكاء الانقسام موقف مغاير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السؤال الأبرز الذي يجول في أذهان كل متابعي الشأن العراقي والمهتمين به هو هل يعود بايدن أو هل يأتي بايدن بمشروعه لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم أم أن اليوم المعطيات باتت مختلفة كليا نعم شكرا جزيلا تحيي لكم وللضيوف الأعزاء والمشاهدين في قناتكم أكيد الظروف كثيرة الظروف الموضوعية هي ظروف مختلفة طبيعة الشخصية الذاتية لشخص الرئيس المنتخب بعد عندما كان نائبا للرئيس والآن الرئيس أيضا تختلف أمور كثيرة معطيات كثيرة لكن هذا لا يلغي انتفاء الفكرة لكن أحب أن نوه إلى مسألة جدا مهمة اليوم في العراق ما نعانيه وليست مشكلة التقسيم يعني اللي أقصده أن التقسيم سوف لن يحل مشاكلنا على العكس سيعقد المشهد السياسي الداخل الوطني وسيعقد أيضا المشهد الإقليمي وسيدخل المنطقة في إيتون حرب وصراع محاور سيتعزز على العكس نحن اليوم أكثر مدعاة لأن تتوحد كل المكونات تتوحد الدولة العراقية نحن اليوم نزال نبحث عن هوية نبحث عن فلسفة للحكم نبحث عن فلسفة اقتصادية لإدارة موارد البلد لذلك الأفكار التي كانت أعتقد تراود سواء كان القوس بعض القوى السياسية أو حتى التي كانت تراود جو بايدن عندما كان نائبا للرئيسية كانت أفكار تعبر عن مرحلة في بداية تأسيس الدولة وهذا التأسيس لا يزال إلى الآن لم يستكمل ولن يستكمل ما لم تكن هناك إرادة حقيقية ورغبة حقيقية من قبل القوى السياسية القابضة على القرار في أن تؤسس لنظام سياسي حقيقي أي كان شكل الإدارة إذا كانت إدارة لا ذاتية كما في إقليم كردستان أو كانت في إدارة مباشرة مع الحكومة الاتحادية لكن اللي أقوله أن تقسيم الأقاليم لن يحل مشاكلنا ولن يحل مشاكل المنطقة أنتقل إلى أربيل سيد علي الفيلي تاريخيا بايدن يميل أو يتعاطف مع ملف الأكراد كان هذا واضحا في أكثر من موقف اليوم برأيك هل ستستمر هذه السياسة وهذه الميول لبايدن بالنسبة للأكراد وإذا كان كذلك ما هو سقف هذا التعاطف الذي تتوقعونه من بايدن نعم بسم الله الرحمن الرحيم وابين نستعين تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء بالحقيقة سيد بايدن هو ليس فقط متعاطفا مع الكرد وإنما لديه علاقات وثيقة مع الطبقة السياسية في العراق وهو مهتم بالشأن العراقي بشكل كبير ويعرف جزيات صغيرة عن المشهد العراقي أكثر من أي سياسي والدليل على ذلك عندما كان نائبا للرئيس أوباما زار العراق بين عامي 2010 و2012 و2024 زيارة أي بمعدل زيارة لكل شهر وهذا شيء غير مسبوق على مستوى السياسي فلهذا هو مهتم بشأن العراقي بشكل حول وتربطوا علاقات وثيقة وجيدة مع بلزاني أيضا نعم نعم لديه علاقات جيدة ووثيقة مع الرئيس مسعود البرزاني وأيضا مع عائلة البرزاني بشكل عام وأساسه في كردستان أيضا فلهذا نتوقع بأن هذه المعلومات وهذا الإلمام بالشأن العراقي بشكل عام وبالشأن الكردي يساعد بحل مشاكل العراق وليس بتأزيم الأمور ولكن المتتبع للوضع في العراق الشأن العراقي ليس بمعزل عن العلاقة مع جمهورية إيران الإسلامية فمن يريد أن يحل المشاكل في العراق هذا هو واقع مع الأسف الشديد يجب أن يستعمل أو يستخدم المفاتيح في طهران فلهذا ممكن السيد بايدن لديه سياسة واضحة تختلف عن سياسة ترامب اتجاه إيران واتجاه العراق ومسألة التقسيم هو ليس تقسيما نحن الكرد بعد 2003 سقوط النظام عندما ذاتنا طوعا إلى بغداد وشاركنا يعني هو مسألة تقسيم الأقاليم ليس مذمومة بشكل لماذا؟ لو نلاحظ بأن أي دولة كانت تستخدم نظام الأقاليم ونقيس على العراق أو الدول الأخرى يعني صحيح جميع دول العالم المتقدم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية هوية العراق أو السيادة العراقية ما رأيك؟ لا بل على العكس تماما أنا سيدتي العزيزة هناك مثال حي دولة الإمارات العربية المتحدة يعني قيسي هي إمارات متحدة متعددة وتعيش في نظام فدرالي يعني متطور ونلاحظ هذا النمو والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى فليس كل إظام فدرالي أو كل فدرالي هو مذموماً وإنش وقعياً سيد علي الجو اليوم في العراق هل مهيئ للتقسيم؟ يعني بفرض أنه بايدن ذهب إلى هذا سيدتي العزيزة مع الأسف الشديد الطبقة السياسية التي تحكم العراق حالياً هي لم تستطيع أن تحافظ على وعدة العراق وعلى نسيج المجتمع العراقي فلهذا يعني ما لم تسارع ببناء جسور الثقة بين مكونات المجتمع العراقي فهي سوف تخسر كل شيء يعني حالياً العلاقة بين الحكومة الاتحادية أو الطبقة السياسية أنا لا أسميها فقط الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان هذه العلاقة المتوترة والمتعزمة دائماً يعني أيضاً هناك نزعة في الأخوة في المناطق الغربية بإنشاء أقليم ابقى معي سأنتقل إلى واشنطن ومعي الباحث إسماعيل السوداني مرحباً بك سيد إسماعيل هل يوجد لدى الأنظمة الأمريكية حتى تاريخياً إلى وقتنا هذا استراتيجية واضحة يعني لو نفتكر جورج بوش أسقط النظام العراقي لم يكن لديه بدائل ترامب ما هي الاستراتيجية التي طبقها في العراق بالتالي هنا نتوقع أن يحذو بايدن نفس حذو أسلافه أم أنه سيأتي بخطة واضحة واستراتيجية معينة للعراق مساء الخير لك وللضيوب ولمشاهدي قناة الغد حقيقة موضوع تقسيم العراق ومشروع تقسيم العراق من قبل الرئيس المنتخب بايدن عندما كان سينا تورينت عام 2006 هو مبالغ به جدا وكان عبارة عن مقالة نشرت في النيويورك تايمز وكان في هذه المقالة يحاول أن يجد حلا أن يساعد الإدارة الأمريكية في إيجاد حل للأزمة العراقية آنذاك حيث كان هناك اصطفافا طائفيا وقوميا وهناك نزاعات وقتل على الهوية وما إلى ذلك فلذلك حتى لم يكن هو مشروعا حتى سمي مشروع وأعتقد أن هناك مبالغة من قبل بعض الأطراف المحلية لإثارة مشكلة وأطراف أيضا إقليمية لإثارة مشكلة وأعتقد أن بعض الأحيان هناك أطراف محلية أو إقليمية تحاول إثارة المشكلة لإدامة الوضع من هي الأطراف التي من مصلحتها أن تهول مثل هذه الفكرة إذا صح القول الجهات الألامية الكثيرة المغرضة من أجل إثارة الرأي العامل داخل العراق هو وضع هش ويحاول أنه يضع بأكتر هشاشة الوضع العراقي وضع ضعيف سياسياً اقتصادياً أمنياً هناك إرهاب هناك جماعات مسلحة مرتبطة بأجندات خارجية فلذلك أعتقد أنه من جانب بعض الأطراف المحلية تحاول إثارة هذا الموضوع بشكل أو بآخر من أجل إدارة أزمة هي واقعة فيها أساساً لذلك أنا أعتقد أن الرئيس بايدن حتى هو لم يتذكر حتى هذا المشروع هو كان مسؤول نائباً للرئيس لمدة ثمان سنوات مع أوباما ولم يترق هذا المشروع حتى من 2008 وحتى نهاية 2014 وبالتالي برأيك خطوة الدولة الكردية المستقلة هل ستكون مطروحة على أجندة بايدن وهو كما ذكرنا متعاطف مع هذا المدى المشكلة ليست بيد بايدن نفسه وليس بيد أمريكا الموضوع هو بيد القوى العراقية أولاً وثم مناقشة العوامل الجيو بالاتيكس الموجودة في المنطقة والإقليم ومناقشتها من هل سيكون تقسيم العراق حلاً للأزمة العراقية أنا أرى بالتأكيد ليس هناك حلاً كما ذكر الدكتور أسامة بالعكس سيزيد الطين بلة ورأينا كيف أن استفتاء كردستان على الاستقلال فشل فشلاً ذريعاً وكان عبارة عن إدارة أزمة داخلية داخل إقليم كردستان من أجل موضوع آخر هو بقاء الرئيس برزاني في السلطة لأنه استوفى مدتين كاملتين كرئيس لإقليم كردستان فحاول أن يصدر أزمة داخلية من أجل معاقبة غرمائه داخل إقليم كردستان لا أرى إذا كان يجوز أن نختصر هذه القضية قضية الانفصال أو خطوة الدولة الكردية المستقلة فيما ذكرته يعني إلى أي حد سيد علي في أربيل تتفق مع ما ذكره ضيفي من واشنطن مع الأسف الشديد ما ذكره ضيفي في واشنطن هو مجافل الحقيقة يعني مسألة الاستفتاء في أقليم كردستان لم تكن لتصدير أزمة وإنما كانت عملية طبيعية بعد العلاقة الفاشلة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية من بعد السقوط فمن الحكمة والخاسر الوحيد كان في هذه العلاقة الفاشلة هو شعب أقليم كردستان فليكان من الحكمة بمكان أن نعود إلى الطرف الخاسر وأن نسأل هذا الطرف بشكل حر وديمقراطي وحضاري ماذا يريد؟ هل يريد البقاء مع العراق أم يريد أن ينفصل عن العراق؟ وليس بالضرورة بعد الاستفتاء أن ننفصل وإنما ندخل بمفاوضات مع شركائنا في كيفية دراسة هذه الأمور وأبدأ شعب كردستان بنسبة أكثر من 93% بصوته بنعم للاستقلال عن العراق لأن العراق لم يستطع الحكومة الاتحادية لم تستطع أن تقدم الخدمات لمواطنين الوسط هل تنتظرون من بايدن على السعيد الاقتصادي أن يقوم ببعض الضغوط على حكومة بغداد ربما لتأجيل التزامات المتعلقة بالإقليم؟ هل تنتظرون أن يقوم بايدن ببعض الضغط على الحكومة المركزية لتقديم بعض التنازلات من أجل الوضع الاقتصادي المتعلق بإقليم كردستان؟ سيدتي العزيزة نحن لا نتمنى ذلك نحن نريد أن نسوي ونحل هذه المشاكل مع شركائنا السياسيين وشركائنا في الوطن ولكن عندما نفشل في ذلك وهذه الطبقة السياسية تريد أن تفسر الدستور على هواها وليس كما يفسره فقهاء القانون وكما جاء في نص الدستور فلهذا حينئذ يعني نكون مضطرين إلى اللجوء إلى جهات أخرى كي تكون الحكم في حل هذه المشاكل القائمة والذما إذا يعني بأنه في قانون الاقتراض قبل أيام في مجلس النواب العراقي يحرم الشعب الكردي من حق مشروع حق دستوري وهو قطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان إذا بهذه الصورة تتعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان فهذا يعني يؤدي إلى تفكك وممكن أن نسميه إطلاق رصاصة الرحمة على آخر حبال الود الذي يربط الإقليم بالحكومة الاتحادية فلهذا حقومة الاتحادية أن تكون ابقى معي سأنتقل مرة أخرى إلى سيد دكتور أسامة دكتور أسامة يعني ضعيفي سيد علي من كردستان يرى بأن فكرة التقسيم ليست بهذه الخطورة أو بهذا السوء هل تتفق مع هذا الطرح؟ في ضوء أن هناك فساد مالي سياسي سوء خدمات ميليشيات منتشرة باتت متجذرة مدعومة من الخارج كلنا يعلم من هي الدول التي تدعم هذه الميليشيات وبالتالي لماذا لا نذهب إلى فكرة التقسيم؟ هو ابتداء نحن خلينا نتفق يعني من البداية أنه ما هي مخارجة التي تفضلت بي نعم هشاشة النظام السياسي ضعف قوة الدولة وسلطة الدولة وبالتالي هل أن التقسيم هو الحل؟ الجواب كله التقسيم أو يعني أكو اختلاف طبعا بالمفهوم خلينا نتفق أنه تقسيم إلى دول أم هو نظام فدرالي هل يختلف الموضوع إذا كان بين دولة سنية وشيعية وكردية وبين أنظمة فدرالية هل يختلف؟ لا لا النظم الإدارية والنظم السياسية نظم إدارية مختلفة أما نظام فدرالي أو نظام كونفدرالي أو تقسيم إلى الدول والفارق كبير يعني بين كل حالة من الحالات إلى ظروفها وإلى خصوصيتها نحن للأسف نقول أقليم يتبادر الذهن رئيسا أقليم كردستان وأقليم كردستان بصراحة وبكل موضوعية أنه الآن هو مو أقليم الآن هو دولة يعني كردستان يتعامل مع جمهورية العراق على أنه هو دولة كردستان مع جمهورية العراق بل أن هذه الدولة تريد أن تعتاش على الدولة الاتحادية دون أن تقدم أي مقابل ودون أن تساهم في أي مساهمة ولو حتى بدولار واحد لكن بالمقابل على جمهورية العراق أن تعيل وتنمي دولة كردستان لذلك الإقليم حالة مشوهة قد يزعل السيد الناب علي الفيلي لا أعلم لكن هذا هو الواقع يأما الأقليم يأخذ وضعه ونفك الشراكة بديناها 2003 ويأخذون وضعها ليس بالضرورة دولة قد تكون المعطيات الإقليمية مثل ما تفضل الدكتور السوداني المعطيات الإقليمية والدولية لا تسمح لهم بأن يكونوا دولة لكن يكونوا الإقليم يمارسون صلاحياتهم يبيعون نفوط يجبون شركات مثل ما هم الآن يفعلون براحتهم لكن لا يرتبطون بالجمهورية العراق ويتنسح برئيس الجمهورية وينسحبونه للبرلمان سأنتقل سريعا إلى ضيفي في واشنطن سيد إسماعيل السوداني في حال تم التوجه إلى الفتاح لعلاقات بين إيران وواشنطن هل سينعكس هذا على الوضع في العراق؟ على الميليشيات التي تدعمها إيران؟ دعيني فقط أعقب على بعض ليس لدي وقت سريعا أرجوك سيد إسماعيل دقيقة واحدة أنا برأيي شخصي أنه إذا كان الحل بتقسيم العراق إلى دويلات ثلاثة وسيستقر الوضع وسيكون الأمن والسلام أنا برأيي حتى استقلال كردستان هو في صالح بقية مناطق العراق هذا بالنسبة إلى الاستقلال سألتك عن العلاقات بين واشنطن وإيران إذا ما شهدت تحولا إيجابية الآن سأجيبك على السؤال الإجابة على السؤال لا يمكن أن نبني للمستقبل أنه هل سيكون الوضع أفضل للعراق إذا كانت الولايات المتحدة أو علاقاتها مع إيران ستكون على ما يرام؟ أنا برأيي شخصي الوضع الداخلي في العراق هو بيد الأحزاب السياسية وارتباطاتها الخارجية وبالتالي بإيران إذا كانت هناك إرادة سياسية يعني إيران لاعب مهم وقوي على الأرض نعم 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 إذا هناك إرادة سياسية واقعية على بناء دولة مؤسسات وسيادة القانون ودولة المواطنة لن يقف أمامهم لا إيران ولا الولايات المتحدة ولتكن علاقات الولايات المتحدة وإيران بأي شكل كانت ولكن لأن الوضع هش في العراق وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران بسبب ارتباطات بعض الأحزاب بإيران ولديها جاميع مسلحة وضعت الإراق تفي كماشة ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران لذلك تنعكس وضع العراق سلبا أو إيجابا بتحسن أو بسوء العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة ولكن لن يكون هناك تحسن كبيرا مهما يكون لن يكون هناك تحسن كبيرا وضحت لو عاد التقاوب فكرتك سيد اسماعيل السوداني أعتذر منك انتهى وقت حلقة مدار الغد ضيوفنا الكرام من واشنطن الباحث في شؤون الشرق الأوسط اسماعيل السوداني شكرا لك والشكر أيضا لدكتور اسامة السعيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين كنت معنا من بغداد والشكر موصول إلى ضيفي علي الفيلي القيادي في الحزب الكردستاني كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لكم إذن انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها خلافات معسكر ترابلس تتصاعد مجددا بين السراج وباش آغا واتهامات بأن زيارته لباريس وراءها طموح شخصي سياسة بايدن المرتقبة تجاه العراق تعيد التساؤل عراق موحد مسؤولية من بايدن أم ساست بغداد أنفسها نهاية حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة